اول شي انا اسمي زنوبية من قوات حماية نساء بيت نهرين طبعا دوري بهالمجلس هذا كهيئة ادارية انا طبعا دور المرأة السريانية قامت اؤسست حالة بالالفين وخمستاش بتليتين اب لما فات داعش على القرى الاشورية من هداك الوقت هي تأسست وصار الى قوات مرأة السريانية نحن اخدنا الدور ناقمنا بواجبنا مثلا كدور مرأة صار الى دور بهذا المجتمع طبعا نحن بالاول بالاخير نبقى قوة واحدة طبعا كلاتنا نكون شعار واحد بس بالاول بالاخير كل واحد بده اسس ارادته ذاته ومتل ما تقول شعبه السرياني متل ما تقول مرق عليه كتير مجازر بهذا الشي نحن كدور مرأة اسسنا حالنا اسسنا يعني قوانا بهذا الشي وشكرناه كقوة واحدة طبعا براية واحدة حياة طبيعية العالم عم تروح عالم عم تجي تشتغل شغلة بس بعد ما فات داعش على القرى الاشورية متل ما تقول تحطمت ارادة الشعب من خلال هذا المجازر اللي صارت بالالفين وخمستاش قامت هالمرأة بدورة يعني قام الى يعني كقوات عسكرية كقوات يعني تأسست من اول من اول ما بلشت لهالاحداث هلا هي عم تأسس حاله ورح تبقى على هذا الاساس طبعا هو كقبل ما كان في هالخطورة من بعد المجازر صار للنسان خاصة كالسريان كانوا متل ما تقول المتحافظين على دورا بهذا الشي وقد فاتت هالداعش اللي عنا على الشعب صار خطر على كتير على المرأة وبهذا الاساس قامت قواتنا نحن بهذا الشي وقيمنا هالقوة هاي بالالفين وخمستاش وصار عنا نحن قوات حماية نسابة نهرين وصار الى المرأة دور تحكي بهذا المجتمع هالشي اللي عم يسير معنا نحن 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 نحافظ عليه أكتر عم نتقوى يعني هاد الشي الحروب اللي عم تسير معنا عم تعطينا قوة مو ضعفنا نحن كشعب سرياني نحن عم نقوى أكتر يعني كل ما تسير هالحروب نحن نقوى أكتر نحن رح نبقى على هالقوة هاي براية وحدة حياة قبل ولهلأ شعب كان كردي عربي سرياني كله ويات وكان كنا واحد كان متل ما تقول كنا أهل واحد ولحد هلأ وطبعا هالحروب اللي عم تسير معنا عم تقوينة أكتر عم نسير لسا عيده وحدة وشعب واحد ومتل ما تقول عم يعيش حياته بإيده وحدة متل ما تقول بشعب واحد مجازر عم تسير صارت بالالف وتسعمية وخمستاش صارت مجازر كتير يعني مجازر سيفو وبلشت كمان بالألفين وخمستاش ومن هاد الأساس نحن يقبنا وهلأ عم تعيدها هاي الاحتلال التركي عم يعيدها المجازر بس نحن ما رح نسمح لهذا الشي ورح نبقى بهالقوة هاي أطلب يعني المساعدة من الأمم المفتحدة وأطلب مثل ما تقول من شعبنا أنه ينضم معنا ويكون معنا بهذا الحرب ونحن بدنا نوصل رسالة للشعب نحن مثل ما تقول بدنا مساعدتكن بدنا نكون إيده وحدة بدنا نكون شعب واحد وهذا الحرب مو بس على سرياني وكردي وعربي ورح يعني ما رح نبقى ضعفاء بهذا الشي طبعا نحن هون بالقرى الخابور عم نقيم أساس نحن كقوة مرأة يعني كقوات حماية نسابة نارين عم ناخد دورنا كأمنية عم ناخد دورنا بهذا الأراضي هاي مع المجلس العسكري السرياني طبعا هلأ عنا مجلس العسكري السرياني عم يدافع على أراضينا ونحن معه عم نشارك معه بهذا دور الشغلات طبعا شاركنا كثير بحملات وهلأ نحن عم نشارك بهذا القوة ورح نبقى على هذا الأساس اشتركوا في القناة